عقدت تنصقية شباب الأحزاب وسياسيين جلسة نقاشية حول كتاب مفاهيم سياسية رؤية شبابية محاولة فهمة وأطلقت التنصقي هذا الكتاب إيمانا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسوس ليمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به الحقيقة كانت جلسة نقاشية ليه كتاب مهم جدا صادر يعني من مجموعة عمل عد الكتاب ده الدكتور محمد اللافي علام هو عن مصطلحات سياسية مقدمين رؤية شبابية ليه عدد كبير جدا من المصطلحات يمكن اللي بنتدولها في حياتنا السياسية من غير ما نبقى عارفين حدود هذا المفهوم مصر مرت خلال السنين اللي فاتت بأحداث سياسية كتير جدا بتغيرات كتير جدا خلت كتير من المفاهيم ما تبقاش واضحة يبقى فيها حالة من اللابس قيمة وأهمية هذا الكتاب اللي قامت عليه مجموعة من شباب تنسئية الأحزاب السياسيين أنه بيقدم هذه المصطلحات في ضوء الواقع السياسي والاجتماعي اللي مصر بتعيشه ما كنا ننقشه اليوم هو مشروع مهم للتنسيقية عنوانه الرئيسي طبعا هو مجموعة من المفاهيم السياسية محاولة للفهم وأعتقد أنه ده كان مشروع مهم جدا لأسباب كثيرة منها التوقيت اللي صدر فيه هذا المشروع لأنه كما نعلم يعني مصر مرت بمجموعة من التحولات المهمة خلال العشر سنوات الأخيرة بدءا من عام 2011 حتى الآن حدث خلال هذه المرحلة تشويه الكثير من المفاهيم وتم تسيس الكثير أيضا من المفاهيم وبالتالي في رأيي هذا المشروع البحسي المهم بيحاول إعادة الأمور إلى نصابها أهم محاول النقاش ده لتحاولين أربع موضوعات الموضوع الأولاني هو إيه التأصيل للمفاهيم الغير مفهومة أو اللي احنا محتاجين إلى فهم فيها ونوجهها للشباب بحيث يعرفوا أمور مجتمع وكان الجزء الثاني هو كيفية تسخدام هذه المفاهيم يعني التعدادية الحزبية الديمقراطية التصويت العقابي حاجات دي كلها مفاهيم موجودة حزب الكنبة الفهلوة حاجات دي كلها مفاهيم الشباب محتاج أن يفهمها كتاب النهاردة كتاب مهم جدا بينقش أضايا سياسية لها دلالات اجتماعية وثقافية بيخاطب كل فئات المجتمع وبيلقي زلالة جديدة على مفاهيم أو رؤية الشباب للمفاهيم السياسية كتاب يطرح مجموعة مفاهيم سياسية الشباب في احتياج إليها من جميع النواحي لتزيل لبس معين لأن حضرتك مفهوم زي مفهوم حقوق الإنسان زي مفهوم الإرهاب زي المفهوم المشاركة السياسية كل هذه المفاهيم ربما البعض بيأخذها دول أو منظمات غلبية وتجوم بتحليفها أو توظيفها وخاصة مفهوم حقوق الإنسان هذه الجلسة النقاشية الأولى لتنصقية شباب الأحزاب والسياسيين وشرفت بالمشاركة فيها مع كوكبة همة من الأسادزة اللي سهموا معانا في منقشة الكتاب زي ما تكلمنا عن الكتاب هو محاولة للفهم بنقدم من خلاله مصطلحات ومفاهيم سياسية بصورة مبسطة مساهمة من التنصقية في نشر الوعي وتصقيف الشباب حان التنصقية بتهتم جدا بنشر الوعي وتصقيف الشباب سواء داخل التنسيقية أو خارج التنسيقية النهاردة التنسيقية كانت بتدير جلسة حوارية حول المفاهيم والمصطلحات السياسية من خلال الكتاب اللي أطلقته وفي حياة الأمر التنسيقية بتاخد على عطقها النهاردة أمر جديد وهو تصحيح البنية المصطلحية للمفاهيم السياسية وكما بدأنا منذ الوهلة الأولى في الممارسة الجديدة للعمل السياسي وإطلاق سياسة بمفهوم جديد النهاردة بنحاول نأسس لهذا الأمر من خلال إطلاق حالة من الوعي وتصحيح المفاهيم السياسية المغروطة لدى العديد من الشباب من ناحية وتوضيح المفاهيم السياسية السليمة والتي يبنى عليها ممارسة سياسية سليمة خلال الفترات القادمة